بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة النهاردة بالتأكيد نتابع فيها المستجدات الموجودة على الصحة الرياضية ونتابع فيها استعدادات النادي الأهلي لمباراة غزل المحلة المباراة المقرر إقامتها ان شاء الله بعد غد الجمعة في إطار مباريات الدور العام واللقاء الأخير قبل السفر إلى النيجر لمستهل بالتأكيد المشوار البطولة الإفريقية ودورة بطال إفريقية أمام بطل النيجر حالة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وعديدة لكن نبدأ بسؤال حالة النهاردة اللي بنترحه لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان من وجهة نظركم ايه أفضل هدف أحرزه في الجولة الأولى من مباريات الدوري العام طبعا كل يدخل يشارك من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحات الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أنا أستعرض مع حضراتكم أرأكم ومشاركتكم بالخلال طبعا صفحات القناة وتعليقكم على أفضل هدف أحرزه في الجولة الأولى من الدوري العام لكن سريعا ندخل فيه عنوين حالة النهاردة وسلسة عنوين لحالة تريند في تريند الأهلي جونسون يقود تدريبات الأهلي بعد إصابة موسيماني في الكورونا وفي التريند المحلي بارقة أمل لمنتخب الشباب وفي التريند العالمي مواجهة قوية بين ليفربول وتوتنهام على قمة الدوري الإنجليزي أهلا بحضراتكم من جديد ونستعرض مع بعض طبعا مباريات اليوم طبعا في مباريات قوية في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري الأسباني نبدأ مع بعض بسلسة مباريات وهي بداية الجولة الثانية من الدوري العام ثلسة مباريات اليوم في الجولة الثانية في مباراة انتهت منذ قليل ودي بدأت حوالي ساعة 2 ونص الدور ما بين أسوان وطلاع الجيش وأسوان حق نتيجة جيدة جدا بالفوز على طلاع الجيش بهدفين مقابل هدف في هذه اللحظات ونمعكم على هوا مباشرة في مباراة أخرى بين سيراميكا والبنك الأهلي وما زالت تعادل السلبي بين الفريقين وفي الساعة السابعة والنصف مساء في مباراة أيضا بين وادي نجلة والمقاولون العربية الدورة المصر بدأ بشكل قوي جدا وهنتابع لسه بالتأكيد في مباراة أخرى جدا ويوم الجمعة في الجولة الثانية مباراة اليوم أيضا في الدورة الإنجليزي طبعا في حوالي ست مباراة أرسنال مع ساوس هامبتون الساعة 8 ليتزي يونيتد مع نيوكاسل يونيتد الساعة 8 ليستر سيتي أيضا في نفس التوقيت هيلعب مع إيفرتون الساعة العاشرة مساء سلسة مباراة ولكن قمة الدورة الإنجليزي اليوم بين ليفربول وتوتنهام وأيضا فولهام هيلعب مع برايتون وويستي هام يونيتد مع كريستال بلس في مباراة الدورة الأسبانية مواجهة بين بارشلونة وريال السوسيداد مباراة قوية ومصيرة بين الفريقين وفي الدورة الإيطالية في حوالي سبع مباراة اليوم ساعة 7.30 طبعا اليوفي وفينتوس هيلعب مع أطلانتا والساعة العاشرة إلى ربع ست مباراة في توقيت واحد فورنتينا مع ساسولو جنوة مع ميلا انتر ميلا مع نابولي بارما هيلعب مع كالياري سيبيزيا هيلعب مع بلونيا هيلس فيرونا هيلعب مع سام بدوريا طبعا مباراة اليوم في زحمة في الأجندة ما بين المباراة المحلية والمباراة الأوروبية لكن بالطبع جمهور النادي الأهلي منتظر بالطبيعي يعني مباراة يوم الجمعة القادمة بين الأهلي وغزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري العاد طيب النهاردة طبعا كلنا صحينا على خبر حزين كلنا بالنسبة لنا طبعا وفاة الكابتن سمير عبدربو مدير النشاط الرياضي الأسبق في النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون مبالغ الأسى والحزن الكابتن سمير عبدربو مدير عام النشاط الرياضي الأسبق وعضو النادي الذي وفته المنية صباح اليوم دعين المولى عز وجل أن يتخمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون كابتن سامير عبد الربو عمل لفترة طويلة وسنوات طويلة في قطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي وكان علامة بارزة من علامات قطاع الرياضة في مصر بشكل عام وفي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بشكل خاص وعمل مدير عام للمركز الأولمبي في المعادي لفترة سابقة وأيضا كمان مدير النشاط الرياضي بنادي الجزيرة والظهور بل بالعكس كمان إضافة أخرى يمكن الدولة العربية والدولة الخليجية استفادت بخبرات الكابتن سامير عبد الربو في الفترات السابقة تحديدا عدد من الأندية في السعودية والإمارات طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بناسة كابتن محمود الخطيب اتخذ قرار اليوم وتعليماته لإدارة النشاط الرياضي بالوقوف دي أحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الكابتن سامير عبد الربو مدير النشاط الرياضي قبل بدء جميع تدريبات الفرق الرياضية تقديرا اللي أعطاءه للنادي على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموزجا للإخلاص والكفاءة رحم الله الفقيد الغالي طيب حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا نكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طيب فقرة ترند الترند بالتأكيد عندنا معلومات مهمة جدا أولا معلومات تخص النادي الأهلي ومعلمات تخص منتخب الشباب اللي خلاص بيستعد لمباراة تونس إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا أول حاجة النادي الأهلي طبعا هيستعد للمشوار الإفريقي وضربة البداية مع سنديب بطل النيجر هذه المباراة إن شاء الله في زهاب دوري للتنو وتلاتين يوم الأربعاء القادم هي بداية لحامل اللقب للدفاع عن البطولة الإفريقية ودفاع عن عرش طبعا وكأس البطولة اللي فاز بيها الأهلي النجمة التسعة المرة السابقة خاصة بعد الفوز عزة مالك في النهاء الإفريقي بهدفين مقابل هدف بدء زي بدء طبعا هيكون فيها خطوات مهمة جدا من إدارة النادي الأهلي استعدادة لهذه المباراة لكن رحنا لاتجاه آخر وحبنا نشوف مبكرا من الطاقم التحكيمي لهايدير هذه المباراة الهمة خاصة أن هي ضربة البداية في المشوار الإفريقي فأنت بتشوف من البداية كده اهتمامات الاتحاد الإفريقي بالبطولة القادمة بصراحة لقينا أن اختيارات الاتحاد الإفريقي لمباراة الأهلي مع بطل النيجر اختيارات مميزة جدا لماذا؟ تم اختيار حكم من غانا لإدارة هذه المباراة في النيجر يوم الأربعاء القادم طاقم التحكيم بقيادة دانيل اللاراية هو حكم الساحة وبول كوزو إتيميكا مساعد حكم أول وكواسي بروبي مساعد حكم ثاني وأداري عبداللطيف حكم رابع طاقم التحكيم بالكامل من غانا واليوم كوناتي أبو بكر هو مراقب المباراة طيب لما عملنا بحث على طاقم التحكيم وتحديدا حكم الساحة دانيل اللاراية لقينا أن الاتحاد الإفريقي اختار لهذه المباراة حكم من حكام الصفوة والنغبة وحكم محترف من ضمن الحكام العشرين للاتحاد الإفريقي اتفق معهم على عقود محترفة لمدة سنة وبالتالي الحكم الغاني هو الحكم الغاني الوحيد في هذه القائمة وتم اختياره لإدارة مباراة الأهلي مع سنوديب بطل النيجر يوم الأربعاء القادم ده بيدينا مؤشر طيب أن المباراة الكبيرة للفرق الكبيرة الاتحاد الإفريقي مهتم باختيارات لحكام مميزين جدا حكم ضمن حكام النغبة أو تحديدا يطلق عليه حكم محترف ده يكون أول حكم محترف بيدي المباراة فيه وزبط الأبطال الجديدة دورة أبطال إفريقيا السيزون الجديد هو بالطبع حكم دولي سرته المهنية بدأت وهو عنده 17 سنة هو الحكم الغاني الوحيد اللي حصل على رخصة تقنية الفيديو الفي آر طبعا من مجلس الآيفاب الاتحاد الدولي وهو من حكام الصفوة المحترفين من ضمن 20 حكم وطبعا دول أفضل حكام في القرى الإفريقية وتم إبرام تعاقد معهم طبقا لتعلمات الاتحاد الدولي بالمناسبة هو أعضار عدد من البطلات كان موجود في كاس أفريقيا تحت 17 سنة أعضار مباريات في غرب إفريقيا وأعضار مباريات أخرى أيضا في كاس الكونفيدرالية لكن زي أول مباراة يديرها في لقاءات دوري الأبطال وبالطبع لأنه حكم محترف فبالتالي أسندت ليه مباراة كبيرة يكون عليها متابع إعلامية كبيرة مباراة الأهلي مع بطل الناجر أول بأول كده في برنامج التريند تحديدا هنكون معاكم لحظة بلحظة في الفترة اللي جاية عشان نقول لكم كل الجديد بالنسبة للمشوار الإفريقي تحديدا للنادي الأهلي طيب إن شاء الله تكون مباراة موافقة تكون ضربة بداية جيدة لفريق النادي الأهلي منتخب الشباب إن بارع الحمد لله كان عندنا السابق وقلنا أن لعبي منتخب الشباب كان عندهم إصرار ودافع قوي جدا أن هم هيكونوا موجودين في تونس وياخدوا الفرصة أن يكملوا مع المنتخب الفترة الجاية خاصة اللي لسه في مباراة تانية مع المنتخب التونسي يوم الجمعة القادم والمباراة دي مش بخروج المغلوب لا دي دورة مجمعة خمس منتخبات هتلعب أربع مباراة فبالتالي حتى لو خسرت المباراة الأولى بشكل اعتباري لسه عندك تلتة فرص أخرى في مباراة قادمة مع تونس ومع الجزائر ومع المغرب إن شاء الله فيتنين لعيبة هيسفروا بكرة عشان ينضموا مع البعثة ويكونوا جاهزين لمباراة يوم الجمعة المسح الحمد لله الاربعتاشر لعب اللي كانوا سلبي بقوا سلبي زم هم هيكون فيه بروتوكول ليهم الفترة الجاية لعله وعسى بعد مباراة يوم الجمعة مع تونس يكون فيه فرصة للحاق الفترة اللي جاية ده جزء وصور ليه تدريبات منتخب الشباب طبعا النهاردة فيه إحدى الملاعب الفرعية وتحديدا هذا الملعب هو الملعب الفرعي لستاد رادس الأولمبي ده الملعب الفرعي للاستاد الرئيسي اللي بيستضيف البطولة ملعب مميز جدا وقامنا في الصور حتى هو الكابتن عبدالسطر صبري هو اللي هيدير المباراة فنيا طبعا ليه غياب الكابتن رباية ياسين اللي مازال حتى هذه اللحظة في تونس وبيواصل متابعة العلاج وإن شاء الله يكون خلال الفترة الجاية إن شاء الله يكون حالته طيبة وطبعا الكابتن رباية ياسين أنا عارف شخصيته برغم أن يكتب أخبار أن الكابتن رباية ياسين هيرجع مصر للفترة الجاية لكن أنا عارف أن أنا عارف كابتن رباية هيفضل موجود مع ولاده لغاية اللحظة الأخيرة لغاية آخر ثانية أو آخر دقيقة البعثة هترجع بالكامل هو هيكون معهم البعثة هتكون موجودة في تونس هيفضل معهم والكابتن ربيعنا عارف شخصيته مش هيرجع وهي سيب البعثة وحتى هو بيواصل تنفيذ البروتوكول المتعلق بفيروس الكورونا والعلاج منه هيفضل متابع للبعثة بالكامل وهيكون متداخل في كل شيء حتى من نواحي الفنية مع الكابتن عبد ستار صبر ومع كل اللعبين نتمنى لهم يربي التوفيق ويعدوا بالمباريات على خير لكن نتمنى في الأساس ان شاء الله بإذن الله تكون صحتهم هي أفضل شيء وأفضل حاجة تتقالف اللحظة الحالية الروح المعنوية والدافع القوي اللي عند اللاعبين اللي قدروا يغيروا القرار اللي اتخذ بالأمس انهم لا هيدروا يكملوا وهيكونوا موجودين في المباريات اللي جاية ومش هتنسلوا عن فرصة انهم يدفعوا عن تعبهم وجهدهم اللي استمر للمدة موسمين خلال الفترة اللي فاتت سنتين كاملين كان المنتخب بيشتغل ومعسكرات اعداد وشغل طيب من الجهاز الفني فكل ده مش هيضيع طبعا بسبب موضوع كورونا لا عندهم تحدي وإصرار انهم يكونوا موجودين في مباراة تونس ان شاء الله يوم الجمعة القادم طبعا مش عايزة اتكلم عن الليحة اتكلمت مبارح عن الليحة واتكلمت على ان الليحة الكفيد سواء مباراة الاندية او مباراة مجمع الليحة واحدة الاتحاد الافريقي اصدر الليحة موحدة لكل المسابقات الافريقية من نوفمبر عشرين عشرين ليوليو عشرين واحد وعشرين لكن في النهاية انا قلت اللجنة المنظمة لها استثناء ان تأخذ القرار النهاية ده حصل مع بعض الاندية في دور الابطال لكن في النهاية القرار اتخذ ان المباراة المنتخب المصر يعتبر خاسرا امام ليبيا وكل الدعم لمنتخب الشباب ولاعبي بإذن الله في مباراة تونس واستكمال التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الامم في موريتانيا تم تحديد كل المنتخبات لم يتبقى سوى التصفيات دورة شمال افريقيا اللي هيتأهل منها منتخبين من أصل خمس منتخبات تونس وجزار انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد ليبيا فازت على مصر 3-0 اعتباريا وطبعا في مباراة أخرى للمنتخب المغربي كان باي في الجولة الأولى اخرج لفصل وبعد الفصل لسا نكملين مع حضراتكم ونروح نتابع تدريبات النازل الاهلي وترند الاهلي بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الاهلي واخبار الاهلي طبعا النهاردة الاربع بنتكلم قبل مباراة غزل المحلة بـ 48 ساعة فخلاص الاستعدادات المتواصلة للجهاز الفني استعدادا لهذه المباراة بالتأكيد النهاردة كان أبرز خبر إصابة بيتسو مسماني المدير الفن الجنوب إفريقي للنادي الاهلي بفيروس كورونا ألف مليون سلام عليه طبعا تم التخهيس كل الإجراءات اللازمة والعزل الصح والبرتوكول المتعلق ويكون موجود مع الجهاز الفني واللاعبين طبعا يكون فيه جراءات طبية متعلقة بيتسو مسماني في استعدادات خاصة للفريق قبل مباراة المحلة من النهاردة كان بيقود التدريب منها يكون على رأس القيادة الفنية خلال مباراة المحلة ونشوف كمال أن بعد مباراة المحلة بساعات قليلة الفريع توجه إلى النيجر نيامي تحديدا العاصمة لمباراة سيناديب بطل النيجر نهاردة كان فيه رابط تستل كل الأعضاء الفريق والجهاز الفني واللاعبين خاصة طبعا مباراة المحلة يوم الجمعة والنتيجة هتكون بكرة وبعدها الجهاز الفني هيعلن القائمة اللي يستحبها الجهاز الفني لمباراة غزل المحلة قدامكم على الصورة طبعا بعض اللقطات من رابط تست الأجرية لللاعبين والجهاز الفني قدامنا بدري بنون وعلي لطفي محمود قهربة كل اللعيبة طبعا الجهاز الفني هيفكر تكون موجودة معاه في مباراة غزل المحلة هتكون موجودة في هذا الجراء عشان إن شاء الله بعد ظهور العينات بشكل رسمي غدا يقدر الجهاز الفن يختار القائمة لها تخوض مباراة غزل المحل بالمناسبة بيتس المسلمين مش هيكون موجود في مباراة غزل المحل أيضا نفس الأمر يمكن بعض التقارير وبعض الأخبار اللي طلعت النهاردة أن أيضا لمدير الفن الغزل المحل نفس الموضوع نتأكد خلال الساعات القادمة فيه إمكانية أن يكون كل المدربين مش هيكونوا موجودين في المباراة القادمة قدامنا كمان أكتر من لاعب لكن عشان ناخد تفاصيل أكتر ونشوف النهاردة التدريب الجهاز الفن يشتغل عليه إزاي وكيفين جونسون المدرب العام هوليكون بيقود التدريب هروح مباشرة إلى ملعب مختار التدشي بجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد عشان نتطمن منه على حالة الاستعدادات وجهزية الفريق لمباراة غزل المحل مساء الخير يا كريم وأهلا بيك وعايز أتطمن منك بعد النهاردة على كل الأخبار والمعلومات الخاصة بالفريق خاصة بعد إعلان إيجابية مسحة الكورونا لبيتسو موسيماني والفريق إزاي بيحضر لمباراة المحلة ثم كمان بعدها بساعات قليلة السفر إلى النيجر مساء الخير عليك يا زميل العزيز محمد سعيد برحب بك طبعا في البداية وكل التحية طبعا لجمهور للنادي الآلي في كل مكان بالتأكيد طبعا يعني حديث إصابة بيتسو موسيماني لمدير الفني للفريق النادي الآلي هو حديث الساعة لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله بتمنى له السلامة بإذن الله الأمور دي تعدي بخير ويا رب إن شاء الله بإذن الله بقى يعني أزمة كورونا دي تنتهي تماما من مصر إصابات كثيرة جدا ضربت لعيب النادي الآلي ولعيب أيضا الدور العام لكن خلاص إن كمان مع المدير الفني لفريق النادي الآلي بيتسو موسيماني بإذن الله بإذن الله بإذن الله الفترة اللي جاية يكون كلها خير على النادي الآلي ويعود من جديد بيتسو موسيماني لقيادة فريق النادي الآلي سواف بطولة الدور العام وفي السوبر أفريقي إن شاء الله في كأس العالم لأنديا النهاردة بالتأكيد محمد بضوم السوتي لسوتي كان النهاردة قائد الفريق كيفين جونسون المدير الفني بعد الوقت يعتبر ليه نادي الأهل هو مدارب العام نحن عارفين طبعا لكن في هذه اللحظات هو المدير الفني لفريق النادي الأهل هيخد مباراة غزن المحلة وبالتأكيد ومنها الواضح أنه كمان هيكون متواجد مع فريق السوني ديب بطل النيجر اللي هيكون إن شاء الله بإذن الله خطوة كبيرة جدا لفريق النادي الأهل ويكون انطلاقة جيدة في الحفاظ على دوري أبطال أفريقيا نهاردة محمد كالعادة من تدريبات تدريبات فريقا للنادي الأهل تركيز كبير مع لعبة النادي الأهل اجتماع كان في أول المران كيفين جونسون الكابتن سيد عبد الحفيز وأيضا كمان الكابتن محمود الخطيب كان متواجد نهاردة رئيس مجلس إدارة النادي كابتن محمود الخطيب لمتابعة الفريق أحاديث كانت تنقية مع الكابتن سيد عبد الحفيز كمان نتكلم مع كيفين ونتكلم مع الجهاز الفني بالكامل أكيد كلها ترتيبات واطمئنان على حالة اللاعبين اطمئنان أيضا كمان على البرنامج الخاص سواء لي مباراة غزل المحلة وأيضا كمان مباراة تسوني دي بطل النايجر لكن أنا عايز أبدأ معك محمد طبعا في البداية بأكثر من خبر لفريق النادي الأهل نهاردة كنا متواجدين شوفنا ناصر مهل نهاردة متواجد مع فريق النادي الآلي بحضور الكابتن محمود الخطيب ممكن نتكلم معه الكابتن محمود الخطيب وساء طبعا أكيد على هذا الأمر وشد من قدره بشكل كبير جدا وقاله إن شاء الله ناصر تكون الفترة اللاجئة مع فريق النادي الآلي الإصابات دي قضاء وقدر لكل اللاعبين فأكيد طبعا الكلمات دي بتساعد نفسيا كل لعيب النادي الآلي سواحي سين الشحات أيضا كمان اللي كان ليه دور نهاردة وكان كابتن محمود الخطيب لدور كمان إن هو يتكلم مع سين الشحات ممكن كل اللاعب الحمد لله ثقاتها كبيرة جدا في الجهاز الفني وفي مجلس الإدارة وفي الجمهور فالتركيز مطلوب كبير جدا الفترة اللي جاي إن شاء الله بإذن الله مع كل اللاعب النادي الآلي نهاردة كان التطعيم الخاص بصفر النيجر وأيضا كمان الرابط تستا القاص بصفر النيجر يمكن طبعا النيجر يمكن أن تعرف طبعا زميل محمد في تعليمات طبية كبيرة جدا على كل لعيب النادي الآلي والجهاز الفني والبعثة بيئة الكامل لكن النهاردة كمان كان الرابط وأيضا كمان التطعيم الخاص بيئة الصفر كل الأمور دي كانت تمت النهاردة كالعادة طبعا تحت قيادة طبيبة للنادي الآلي الدكتور قسامة مصطفى لكن عايز أتكلم ونوه سريعا على ميشيل اللي أنا أكون مدرب الحراس يمكن في وسط المسحة وفي وسط طبعا الرابط تست أول مرة كان ميشيل تلع له نتيجة إيجابية وده يمكن كان أمر يمكن سبب بعض كده طبعا الحديث مع العيب النادي الآلي والجهاز الفني لكن مباشرة بعد ساعة عمله واحدة تانية مباشرة وتلعت الحمد لله سلبية فابنطام من طبعا كل جماهير النادي الآلي مفيش أي حد في العيب النادي الآلي عنده أي حاجة ميشيل كمان مفيش أي حاجة هو الوحيد طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق النادي الآلي عمل مسح كاملة مش رابط تست عمل مسح كاملة فالمسح طبعا تلعت إيجابية لكن إن شاء الله بقى مع البروتوكول ومع العلاج الخاص خلال الأيام القادمة بإذن الله يعود من جديد لمؤذرة فريق النادي الآلي وقيادة فريق النادي الآلي خلال المرحلة القادمة تدريب النهاردة كمان يا زميلي محمد كتدريب بقوي جدا لكل اللعبين اجتماع كان كالعادة من الجهاز الفني تكلموا عن أهمية المباراة مباراة غزل المحلة هي بروفة كبيرة جدا وقائوة جدا للانطلاقة الخاصة ببطولة أفريقا والحفاظ إن شاء الله على لقب دوري الأبطال اللي النادي الآلي عمل فيه مجهود كبير جدا خلال الموسم الماضي محتاج مجهود أكبر إن شاء الله هذا الموسم للحفاظ على لقب بطولة الدوري العام كل الأمور الحمد لله كانت ماشى بشكل مطمئن وطيب جدا لكل اللاعبين نهاردة شفنا جمل تكتكاك العادة تركيز من الآيات النادي الأهلي الممكن تقسيمة الأخيرة اللي بتكون في نهاية المران بتكون فيها حماس كبير جدا وممكن الحماس الكبير والجدية دي شفنا النهاردة كادمة قوية جدا بين عمر السلية وأكرم توفيق يعني ألقنا شوية كده عمر السلية وأكرم توفيق لأن كادمة كانت قوية وكل اللاعبة توجهت عليهم لكن مباشرة طبعا مع جديتهم وحماسهم وصرارهم ومعظمتهم الكبيرة شاركوا وكملوا المران بكل قوة هي دي العادة النادي الآلي وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها زبيل محمد خلال المرحلة القادمة محتاجين أن كل اللاعبة تحافظ على نفسها بشكل كبير وفي نفس الوقت كله يكون فاضل يا محمد طيب بعد طبعا فكرة المباراة غزل المحلة ويبقى فيه صفر بعدها بيوم أو اتنين إلى الناجل لأن خلاص يبقى فيه طيارة خاصة مجلس الإدارة اتخذ قرار بالأمس أن يكون فيه رحلة خاصة أو طيارة خاصة للبعثة بالكامل خاصة أن الرحلة لو كانت في ظروف الطيران العادي قد تقعد في أديسة بابا في مطار أسيوبيا حوالي 8 ساعات ترانزيد وطبعا بسبب موضوع فيروس كورونا دلوقتي أسلم شيء أن يكون فيه رحلات خاصة وطيارة خاصة في أدغال إفريقيا الجديدة عندك وتفاصيل هذا الأمر وموعد الصفر والتجهيز لهذه المباراة إن شاء الله بالتأكيد طبعا يعني زي ما بنقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بيحاول يوفر المناخة الطيب وكل صبل الراحة الفريقة النادي الأهلي فقرار كان أكثر من رائعا يكون فيه طائرة خاصة متواجدة مع لعبي النادي الأهلي في بداية المشوار الأفريقي لكن نحب بكلم معك محمد ونوضح طبعا لكل جمهور النادي الأهلي المعادل كان متواجد وكان متداول خلال الأخبار خلال الأيام الماضية لعبة النادي الأهلي مباشرة عاقب مباراة غزل المحلة تتوجه إلى مطار القيرة ثم إلى أنيجر لكن بأكد لك محمد رحلة النادي الأهلي يكون صباح يوم الأحد اتنين دهرة إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى أنيجر لملاقات قرسوني دي ببطل أنيجر وزي ما بنقول خلاص معنا بقى وقت إن شاء الله مع لعبة النادي الأهلي انت عارف طبعا قرار التائرة خاصة هو اللي خلى لعبة النادي الأهلي أو الجهاز الفني والإدارة بشكل عام يكون في مد شوية لأيام على أن يتوجه اللعبين يوم الأحد لكن لو كانت الأمور ترانزيت أسيوبيا تنزل تغير تواجد أيضا كمان في ترانزيت في كينيا فكان الأمر هيكون صعب جدا الرحلة كانت ممكن تستغرق أكثر من 16 ساعة فكان الأمر هيكون صعب جدا وإنت كمان لسه لعب جيم هيكون كبير جدا مع غزل المحلة لأن في غزل المحلة شفناه في أول مباراة عمل مباراة رائعة ومميزة جدا تعارف كل اللعبة أو كل المداربين أو كل الأندية اللي بتقابل النادي الأهلي هي مباراة بطولة فبيحتاجوا بشغل كبير جدا وبيحاول أنهم يطلعوا كل اللعندهم فقرار أكيد كان مميز جدا سواء وجود التائر الخاصة وأيضا كمان التنسيين يكون الصفر يوم الأحد إن شاء الله في تمام الساعة الثانية دورا يا رب إن شاء الله بإذن الله كل توفيل لعب تلنادي الأهلي في أولى المباراة في بطولة الأفريقية إن شاء الله نحافظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقية عايز أتكلم معك سريعا كمان يا محمد على مروان محسن يعني شوفنا النهاردة مروان بآهل حاولين الملعب بيجري خفيف جدا حاولين الملعب من الواضح إن مروان ممكن ما يبقاش لي دور كمان في مباراة غزل المحل لكن هو الراجل ماشي بشكل طيب جدا ومطمئن جدا جهاز الطبي بيشتغل معاه بشكل كبير سواء ناصر كمان اللي لسه كمان يحط له برنامج خلال المرحلة القادمة لكن أبأكد تحديدا على مروان إن كان هو الوحيد اللي ما شاركش فيه التدريبات الجماعية لكن باستثناء مروان كل اللعيبة متواجدة كل اللعيبة بتشارك طبعا إحنا عارفين كريم ندبد ومحمد محمود ومحمود متولي كل اللعيبة دي مشى في البرنامج التأهيل بتاعها لكن كل اللعيبة الحمد لله سليمة كل اللعيبة إن شاء الله بإذن الله كالعادة تكون على قدر المسئولية وبإذن الله مباراة غزل المحل تكون مباراة جيدة هياخدها بالتأكيد كيفين جونسون المدارف فريق النادي الآية إن شاء الله بإذن الله يكون موفق جدا في اختيار التشكيل الأمثل اللي يخد بها هذه المباراة زميل العزيز كريم أحمد بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب مختار التشبي جزيرة ومطبعة التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة بعد غد الجمعة شكرا جزيلا لك أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي أنا أستعرض مع حضراتكم المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا واللي بيكلموا عن أخبار الأهلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض من الحساب الرسم للوطن سبورت على تويتر وعنوان أن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المحلة بالدوري وصورة الخبر كيفين جونسون المدرب العام لفريق نادي الأهلي اللي قد تدريبات اليوم بالنسبة للفريق الأول بعد إصابة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وهيكون هو مدير الفني في مباراة تغازل المحلة بعد إيجابية العينة اللي خضع عليها بيتسو موسيماني خلال الساعات القليلة الماضية بالمناسبة عشان على السوشيال ميد لما تلاقوا فيه عنوان رنانة بيتسو موسيماني في المستشفى أو الكلام ده بيتسو موسيماني لما عمل المسحة كان في إحدى المستشفيات في الدقي فبالتالي لما طلعت العينة إيجابية فبيخضع للعزل الصحي والبروتوكول وهو حاليا موجود طبعا لتنفيذ هذا البروتوكول لكن الأخبار اللي ممكن تكون فيها عايزة ترافيك أو إراية أو مشاهدات ده يعني عشان الجمهور ما يقلقش إن شاء الله الأمر بسيط جدا وبالمناسبة كمان خبر أيضا إضاف اللي أنا شايف فيه حالة بلبلعة السوشيال ميديا والناس بتكلم عن التجمعات ومش التجمعات وأن الأسرة والعدد الكبير كان موجود الفترات الأخيرة زوجة بيتسو موسيماني كانت موجودة هنا في مصر وحضرت نهاية إفريقيا وكان بعد المباراة النهاية كان المفروض تسافر جنوب إفريقيا بعد المباراة عملت المسحة الطبية البي سي آر قبل ما تسافر لجنوب إفريقيا وطلعت المسحة بتاعتها إيجابية ومن ساعتها وهي موجودة في مصر بتخضع لي العزل الصحي لأن البعض ربط إصابتها في فيروس كورونا مع إصابة بيتسو موسيماني الكلام ده النهاردة لا الخبر غير صحيح زوجة بيتسو موسيماني كانت أصيبت بالكورونا بعد نهاية إفريقيا وخضعت العزل الصحي وموجودة في مصر منذ المباراة النهائية بيتسو موسيماني مسحة أخرى كان أجراها والنهاردة العيانة بتاعتها إيجابية فبلاش خلطه في الأمور والناس تاخد صور أو موضوعات وتربطها ببعضها في النهاية الكوفيد أو الفيروس كورونا ده وباء وطبعا ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى وفي النهاية ممكن يكون ليه مسببات ومحدش لغاية الله دي بعرف بينتقل إزاي أو الناحية الطبية بتبقى جاية بناء على إيه أنت بتتخذ الإجراءات الاحترازية وقدر الإمكان بتحول تحافظ على نفسك فالناس بس ما تربطش الأحداث ببعضها لأن الحاجات اللي زي دي ممكن تعمل بلبلة وفي النهاية في ناس بتستغلها وبتعمل أخبار عشان ترافيك والمشاهدة والقراءة وأنا حبيت أقول لكم التفاصيل الصحيحة في هذا الأمر وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة هيكون بيتسو مسماني بيقول التدريبات ونتمن على صحته وهيكون مع الفريق في الفترة اللي جاي كمان من ضمن الأخبار اللي معايا صفحة بوابة أخبار اليوم الحساب الرسمي ليها كتبوا بعد إصابة مسماني جونسون مديراً فنياً للنادي الأهلي أمام غزل المحلة وكنا شرحنا هذا الأمر بالنسبة للفريق في الفترة اللي جاي عموماً دي كانت الأبرز الأخبار اللي موجودة معايا النهاردة بالنسبة لفريق النادي الأهلي استعداداً للمرحلة القادمة وإن شاء الله الفريق هيكون جاهزية كاملة في مباراة غزل المحلة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا نكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وهنستعرض مع بعض ونكمل تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا طبعاً معنا من صفحة الأهرام على تويتر كتبوا أن جلسة بين سيد عبد الحفيز والجهاز المعاون ومدربه الأهلي خلال الفترة اللي جاية استعداداً لمباراة غزل المحلة بعد إصابة بيتسو هيكون موجود طبعاً كيفين جونسون وأيضاً كمان كابتن سامي أمصان ومشيني ينكون مدرب الحراس وراجونجا مخطط الأحمال كمان معنا من خلال محتوى السوشيال ميديا جل مصر صورة طبعاً فيها ضحكة عندما تكون بطلاً للسلسية من الطبيعي أن تضحك كثيراً طبعاً صورة فيها ضحكة لأنك بطل للسلسية خلال الفترة الأخيرة لكن في استعداد جاد للفترة اللي جاية صفحة يلا كورا طبعاً تصريحات للمسؤولة عن شركة أمبرو ليلا كورا الأهلي سيأخذ المنديال بالقميص الحالي ودي الوقت بيمنع تغييره طبعاً نفس القميص ده أو التي شيرت الخاص بالفريل الأول هيكون هو الموجود في كأس العالم للأندية وطبعاً فترة الستين يوم بالنهاية إفريقيا وانطلاق كأس العالم هيكون وقت داية عشان الشركة تقدر تصنع قمصان جديدة خاصة لكأس العالم للأندية طبقاً لتصرحات المندوب الخاص بإلا الشركة طبعاً طيب كمان معنا حاجة مهمة جداً هنا متعلقة بالحساب الرسمي لبليشير فوتبول بيتكلموا على دا الحساب الرسمي ليها على تويتر بيتكلموا عن الأندية الفائزة بيئ البطولات التي تأهلت لكأس العالم للأندية من الأقصر فوز بيئ البطولات ريال مدريد 13 لقب في دوري أبطال أوروبا النادي الأهل 9 ألقاب دوري أبطال إفريقيا كلوب أمريكا 7 ألقاب دوري أبطال كونكا كاف الهلال السعودي 3 ألقاب في دوري أبطال أسيا بوهنج ستيلرز 3 ألقاب في دوري أبطال أسيا وأيضا كمان دا الفرق اللي شاركت الفترات الأخيرة لسا فيه 3 أندية لما يتحدد هيشاركوا الفترة الجاية نهاية دورة أبطال أسيا يوم 19 ديسمبر نهاية بطل أمريكا الجنوبية يوم 30 يناير وأمريكا الشمالية يوم 22 ديسمبر عشان يكتمل عقد الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة هو المتعلق بأفضل هدف أحرزها في الجولة الأولى رمضان النجار بيقول هدف عمر السلية هو الأفضل حسن الأنديل بيقول هدف عمار حمدي أيمن محمد بيقول هدف عمار حمدي كمان مشاركات أخرى الكابتان السيد صبر بيقول هدف عمر السلية السيد علاء بيقول عمار حمدي أحمد نموس بيقول هدف عمار حمدي أكتر من رأي بخصوص الأهداف سواء هدف عمار حمدي أو هدف عمر السلية عبدالله أبو بكر بيقول هدف عمار حمدي في بيرامدز أحمد سلامة بيقول هدف عمار حمدي وخلود رمضان بتقول هدف عمار وعمر السلية زي ما ألطركم وفي إجماع على هدف عمر السلية في مباراة مصر المقصة وهدف عمار حمدي الرائع في مارمى بيراميدز واللي بسببه بالتأكيد الاتحاد سكنداري عمل فوس كبير جدا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف إلى هنا ناصل لختم حلقة برنامج التريند بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة شكرا وإلى اللقاء